كان هناك تنويه من السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الحوارات الجارية لحل مشكلة الرواتب أنا أعلم أن هناك كثيراً من الأسئلة تدور في الأذهان عن هذه المعضلة للأسف الحوارات ما زالت جارية لإيجاد حل لكن النقطة التي أثيرت في هذا المجلس تتعلق بالجانب الإنساني رئيس مجلس الوزراء دعا إلى إبعاد هذه القضية عن الصراعات السياسية والتركيز على الجانب الإنساني فيها أي أن القوانين والصراعات داخل البرلمان والرؤى السياسية للكتل المختلفة لا يجب أن تمثى أقوات الناس اليومية هذه الرواتب هي تعني المعيشة اليومية للمواطنين وهناك لفتة أيضاً أخرى تتعلق بأننا ما زلنا في هذا النظام الديمقراطي ندير هذا النظام بعقلية اشتراكية هذه هي نقطة أعتقد ربما تبدو نظرية لكنها مهمة أساساً أي لم يكن هناك تمهيد جذري للتحول الذي شهدناه منذ العام 2003 نمضي إلى الإجازة التي استمعنا إليه من السيد وزير الصحة عن جهود الوزارة والدولة كافة في مواجهة جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر